بحبت مع حضرتك بالاستخدام غير رشيد بالمرة للمسكنات المسكنات أكتر دواء في العالم بيستخدم المشكلة مش في المسكنات نفسها المشكلة فيه سوء الاستخدام أو الاستخدام العشوائي أو الاستخدام بدون استشار الطبيب أو بدون وصفة طبية بدون تركيب الاحتياج للمسكن مع الحالة المرضية للي بيستخدمه فزي ما هك قلت فيه استخدام عشوائي فيه استخدام بدون داعي لفترات طويلة بكميات كبيرة وده بيؤدي في الحياة إلى مشاكل كثيرة جدا في أجهزة الجسم كلها مش بس مقتصرة على الجهاز الهضمي لأ ده جهاز الهضمي والقلب والكبد والكلة والرئة وحديثا الجهاز العصبي كمان والنوبات القلبية والحدوث المشاكل الأكبر اللي احنا مش عايزينها يعني طيب المسكنات لها ضرورة استخدام لكن بجرعة معينة بوقت معين مش استخدام عشوائي وعلى حسب الطبيب ما بيشور عليها فيه مسكنات أمنة أكيد ممكن نستخدمها كلنا اللي هي بيولو عليها أوفر كاونتر أو لفي بيت أي حد فينا ممكن نستخدمها للصداع لأي ألام كمسكن لكن في حدود وفترة قليلة ويدوبك بتقضي الحاجة بتاعتي لكن أنا أعد أتعود على استخدام المسكن بجرعات كبيرة لفترات طويلة هنا المشكلة طيب حتى الأوتي سي دي دكتور يعني حتى المسكنات اللي حديك ذكرتها دلوقتي اللي بتبقى موجودة بنعرف نستخدمها بشكل عادي تبقى موجودة في بيوتنا حتى الاستخدام المفرد فيها أنا بقول بنستخدمها في حدود تسكين الألم بجرعة المسموح بيها لكن حتى دي لو أفردت فيها برضو هتتحول من حاجة مفيدة لحاجة ضر شكرا